الوحدة الثانية العمل عبر الأنترنت أهداف التعلم أولا كيفية إنشاء المستندات وحفظها مباشرة سحابيا اثنين أن تتعرف الطالبة على كيفية تحرير مستندات مع أشخاص آخرين بشكل متزامن عبر الأنترنت ثلاثة أن تتعرف الطالبة على كيفية استخدام مكالمات الهاتف أو الفيديو للتعاون مع أشخاص آخرين عبر الأنترنت وأنت تتعرف الطالبة على كيفية عرض المعلومات على الأنترنت وأنت تتعرف كذلك على كيفية تدوين الملاحظات وتنظيمها في ملف واحد وكذلك كيفية تمثيل المعلومات بشكل مرئي أولا الدرس الأول اللي هو العمل عبر مستندات أو مع مستندات عبر الأنترنت إذا كنت من المستخدمين الدائمين لبرنامج الأوفيس في إنشاء المستندات وتحريرها فلابد أنك احتجت يوماً مع للوصول للمستندات وأنت بعيد عن حاسبك لحسناً حط تتيح لك برامج مايكروسوفت واندرايف والذي أصبح جزء من أوفيس على الأنترنت الوصول إلى مستنداتك من أي مكان بل حتى وتحرير تلك المستندات عبر الأنترنت بشكل مباشر من متصفح الأنترنت إذن بنات الواندرايف هو عبارة عن برنامج يتيح لك استخدام الملفات والوصول إليها بأي وقت وأي مكان وكذلك تحرير تلك الملفات وحفظها عبر شبكة الأنترنت من خلال المتصفح على خلال المتصفح الخاص بك طبعاً بنات تفتحون الواندرايف تكتبون www.onedraive.life.com وتسوون تستيل دخول وبعد ما تسوون تستيل دخول رح يطلع لك بنات هنا الورد وهنا البربونت وهنا الإيميلات وهنا التيمز وهنا الإكسل وهنا الواندرايف وهنا بنات كل الأشياء اللي أنت تبغين توصلين لها طبعاً بنات أقدر أفتح ملف وورد وأقدر أشتغل عليه أقدر كذلك بنات أفتح ملف إكسل وأشتغل عليه وكذلك بنات أستطيع أني أفتح ملف بوربونت وأسوي عرض تقديمي كامل وكذلك بنات أقدر أسوي مشاركة لهذه الملفات مع ملفات أخرى إذن أستطيع مشاركة مستندات والتعاون مع الآخرين يمكنك مشاركة مستندات الموجودة على مايكروسوفت واندرايف مع أصدقائك بشكل فوري عندنا بنات هذه الخطوات تنفيذها تقريباً عملي بالدرايف بتفتحين الدرايف بتسوين جوجل سلايد و جوجل شيتس و جوجل دوكيومنت و جوجل فورمز طبعاً بنات أستطيع أني أغير الخط وأغير حجمه من خلال محرر جدول البيانات اللي هم هذا من خلال جدول البيانات واستطيع برضو بنات كذلك أعدل على العروض التقديمية حقتي والتعاون و مشاركة المستندات مع الآخرين أقدر أشارك أشخاص آخرين من خلال زر المشاركة من خلال يا بنات زر المشاركة أحدد على أشخاص آخرين ترجمة نانسي قنقر